السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهلا ومرحبا فيكم في مادة تربية بدنية ودفاع النفس اليوم بذن الله سنتحدث عن نقطة الأخيرة درسنا الأخيرة بذن الله في موضوعنا الوقوف الصحيح لكن قبلنا بذن الله سنأخذ بشكل بسيط أهدافنا سنحققها بذن الله في الفصل الدراسي الأول وبعدها بذن الله سنأخذ بعض التمرين البسيطة وبعدها إن شاء الله سنتعلم مع بعض المشي الصحيح والوقوف الصحيح وكيف نقدر نأديها بالطريقة الصحيح ونأخذ مراجعة بسيطة بذن الله عليها في النهاية سنأخذ مراجعة بسيطة على درسنا اليوم بطل أسئلة بسيطة لكي تذن الله على ثمناء الدرس نتقن مع بعض الآن الهدافنا سنحققها بذن الله في الفصل الدراسي الأول التعليمية الفصل الدراسي الأول واحد عندما من هدافنا تقدير قيمة النظافة وأيضا تنمية عناصر الياق البدنية مرتبطة بالصحة من خلال التمرين الرياضية من خلال التمرين نقوم بها في كل حصة وأيضا تعدية الوضع الصحيح لوقوف وهي موضعنا اليوم وأيضا تعدية التزال من قفض بشكل صحيح على الركبة والساق وأيضا ندف التعليمية تعدية الوضع الصحيح للجلوس وأيضا تعدية الوضع الصحيح للجليل وأيضا تعدية حركة الذراع من مفصل الكتب بشكل صحيح وأيضا تعدية حركة الكرة في جميع التجاهات والآن ننتقل مع بعض يتمرين اليوم تمرين بسيطة بإذن الله نبي من جميع يكون واقف وجاهزوا الأبسيزي الرياضي عشان نقدر يش نخيط راعتنا في أثناء التمرين الرياضية عندنا تمرين الأول للمشي بالمكان بسرعة خفيفة بعدنا ننتقل بسرعة متوسطة الجميع وقوف صحيح مع بعض تمرين ابتدي واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة امتازين ثمانية تسعة عشرة ستمر جولة الثانية واحد امتازين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر بسرعة متوسطة واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ممتازين ثمانية ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين ثاني وقوف بشكل جانبي ثراء الأمام الأعلى ورجع القدم إلى الخلف ثم إلى الأمام ورجع إلى وضع البداية ثم القدم الأخرى ورجع إلى وضع البداية الجميع جاهز مع بعض تمرين ابتدي واحد نجع مرة ثانية اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ممتازين ثمانية تسعة تنبيل ثالث وقوف جانبا تحريكها مفصل كتف إلى الأمام بشكل دائري الجميع جاهز مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة عشرة عشرة ممتازين استمر جل الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة أخير عشرة قف ريح مع بعض في المكان قف صحيح أخذ الشهيق والزفية بشكل جدا بسيط مرة ثانية ممتازين أبطال أخير والآن ننتقل مع بعض إلى درسنا اليوم نبدأ نتكلم عن الوقوف الصحيح أثناء المشاركة في أنشطة في داية سنتكلم مقنع عن طريقة الأداء الصحيح للوقوف لكي نستطيع ندديها بطريقة الصحيحة لابد من اتباع الخطوات التالية واحد يكون ثقل الجسم بين القدمين وموزع عليها بالتساوي دائما نحرص يكون ثقل جسمي موزع على القدمين بالتساوي وأيضا ثانيا الرأس مرفوع والنظر للأمام ومدق للداخل يكون ثقل بشكل بسيط إلى الداخل والنظر يكون إلى الأمام ثالثا الكتفان منخفضان نحن الآن في الخفاض بسيط للكتفين وأيضا مع تقارب اللوحين والذراعين بجانب الجسم دون تصلب مع مواجهة الكفين للداخل ذراعين بكملها بجانب الجسم وراحة اليد تشير إلى داخل الجسم رابعا الجذع مستقيم على امتداد وعمود على الحض لحظة الآن الظهر والجذع مستقيم على الحض مع الرأس واستقامة كاملة للجسم خامسا الفخذان متلاصقان والركبة مفروضة مع تلاصق القدمين بدون تصلب لحظة الآن القدم بيكملها مستقيمة وإذا تكون متلاصقة من الفخذين والقدمين وهي النقطة الخامسة والأخيرة والآن المشي وعش نقدر نقوم بإضافة طريقة المشي بالطريقة الصحيحة لابد من اتباع الخطوات التالية واحد تكون مقدمة القدمين متجه الأمام مثل ما ذكرنا وحنا الآن وقفنا لقوف الصحيح بعد إن شاء القدمين تشير إلى الأمام وهذه النقطة الأولى ثانيا يلامس العقب الأرض أول يلي كامل القدم من عقب ما قلنا آخر القدم أول ما يلمس الأرض يليها كامل القدم وأيضا ثالثا تكون مرجاحة الذراعين معاكسة لحركة الرجلين اللي لاحظت الآن صورة أمامكم المتحركة يكون بشكل عكسي لحركة الرجلين والذراعين وأيضا يكون تجاه النظر لألمام دائما نحرص أثناء المشي الصحيح يكون نظري موجه إلى الأمام وأيضا يكون طول خطوة مناسب لطول الطالب دائما نحرص يكون خطوتي الأولى والخطوتي الثانية يكون مناسبة لطولي يكون جدا مناسبة أيضا ما تكون طويلة أو تكون قصيرة أيضا ثالثا وخيرا يكون الجسم مستقيم والأكتاب مشدودة للخلف والبطن مسطح مثل وضعها ما ممكن الآن الجسم بأكمله يكون مستقيم ما فيه مثل ما قلنا أنحنا أو تقوس للخلف لحظة الآن طريقة المشي الصحيح المهارة نلاحظ مع بعض طريقة المشي في حركة تبادلية وملامسة العقب أولا يليها كامل قدم تغيير اتجاه مع النظر يكون إلى الأمام وأيضا الأسباب بشكل جدا بسيط بعد يكون النظر إلى الأمام لحظة الآن حركة تبادلية بين الذراعين والقدمين ملامسة العقب أولا يليها كامل القدم نشاهد مرة ثانية ونبي الجميع الآن يطبق معنا بشكل مستقيم تحريكها والجسم يكون لحظة الآن بأكمله كامل على استقامة كاملة وأيضا النظر يكون إلى الأمام الآن العقب يلامس الأرض يليها كامل القدم طب الآن ناخذ مراجعة لسيطة على درسنا اليوم عندنا الآن صورتين أي من الصورتين تمثل الوقوف الصحيح عندنا صورة رقم واحد أيضا عندنا صورة رقم اثنين أي منهما تمثل الوقوف الصحيح ممتازين أبطال الصورة رقم اثنين اللي نحظون الآن استقامة كاملة للجسم لكن صورة رقم واحد فينحنا إلى الأمام وهذا يتسبب من الوقوف الخاطب والشاعة مع الطلاب دائما نتجنب هذا الوقوف ونحرص دائما على أيش على الوقوف الصحيح وكذا يا أصدقائي يصير نتهينا وتعرفنا مع بعض طريقة الوقوف الصحيح دائما نؤكد ونحرص على الوقوف نتدرب عليه حتى نقدر نأديها في جميع الأوقات وجميع الأماكن إن شاء الله جميع يطبقوا معنا واستفاد يعطيكم العافية جميعا على حسن صادقكم واستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته